أكد وزير الاتصالات عمر طلعت أن الوزارة تحرص على إتاحة فرص تعلم مرنة ومتنوعة وإعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة IBM لتنمية المهارات أكد وزير الاتصالات أن البرتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة العالمية في تأهيل طلاب مدارس وي للتكنولوجيا تطبيقية ومشيرا إلى أنه تم تطوير وتحويل عدد ست مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة